ولكن وانا بقرأ فيش وقت ملحوظات الحقيقة يمكن انا خدت بالي منها وانا بتكلم كده او انا بقرأ فيها مثلا زي في اللايحة الخاصة بالموسم الجديد المادة تحديدا المادة 98 وهي خاصة بشؤون الحكام المادة دي بتقول ايه بتقول اذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار من ادارة المسابقات وتعاد ده كلام حلو جدا وكلام سليم وبالمناسبة وللعلم ده مش جديد اللايحة بتاعة شؤون الحكام اللي امام حضراتكم دي دي مش حاجة جديدة دي مش حاجة جديدة على اي مسابقة في كرة القدم دي في لايحة الفيفا موجودة وان البند ده موجود في لايحة الاتحاد الدولي من فترة طويلة جدا من فترة طويلة جدا بس ما كانش بيتنفذ عندنا وما كانش بيتقال ان هو موجود عندنا السؤال هنا بقى هو ليه اصلا ما كانش محطوط او معمول بيه قبل كده دي حاجة الحاجة التانية الحقيقة والاهم اتمنى انه ما يكونش فيه بند محطوط لتجميل المنظر العام بمعنى انه هل يتم فعلا العمل بالبند ده ولا مش هيتم العمل بيه طيب ماذا لو ماذا لو كان فعلا فيه خطأ والحكم لم يعترف بيه ودي حاجة بنشوفها والفار طبعا بيبينها اكيد مش كل الحكام حيكون عندهم يعني سلام داخلي مع نفسهم ويطلع يقول انا غلط انا بكلمك بقى في 34 مباراة اقعد احسب كم مباراة هتتلعب في 34 نادي في 18 نادي و34 مباراة بالاضافة لبطولة كاس مصر ما ممكن يثبت جدا انه فيه خطأ فعلا بشهادة الجميع ولكن الحكم نفسه ما يطلعش يقول مش هيعرض نفسه للإيقاف يعني فممكن الحكم اعترف بس بعد نهاية المباراة باكتر من 48 ساعة زي ما البند هو اللي بيقول الكلام ده لو الحكم اعترف بعد 48 ساعة هنعمل ايه كمان في حاجة تانية ربطة الاندية بالمناسبة يعني لم تتطرق الى الحديث عن نوع الخطأ اللي يمكن ارتكابه او لو لما يرتكب تعاد المباراة على هذا الاساس مرة اخرى وفق لقاعة الموسم الجديد طبعا في الدوري المصري حيث نصت انه اذا ثابت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار وادارة المسابقات وتعاد في خلال الوقت اللي تحدده الادارة طيب هو معلش سؤال هو انا دلوقتي عشان بس القلية اللي بنتكلم عنها دي لانها قلية مهمة جدا جدا ازاي حقدر انفذ الحاجة دي ازاي حقدر انفذ البند ده البند ده تحديدا هنفذه ازاي طيب واحد فريق من الفرقتين اللي بيلعبه ضد بعض جاله قاوت وهي قاوت غلط يعني قاوت كان المفروض ان هي تبقى للفريق الاخر خلاص فانا لعبت القاوت اتردت علي دخلت فيها جول طيب هل ده يعتبر خطأ جسيم ولا ما يعتبرش خطأ جسيم الالية اللي بيعترف الحكم فيها بخطأ الالية دي ازاي هل ستكون بخطاب رسمي مثلا للجنة الحكام ولا من خلال اعترافه على كل وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ولا من خلال تصريحاته للوسائل الاعلام ولا ايه ولا في التقرير بتاعه مش كان يجب ان يتم وضع الالية اللي حيتم الحكم بيها اللي اعترافه طب خدوا بالحضراتكم اللايحة او البند اللي موجود في الاتحاد الدولي بيقول ايه تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم باعادة المباراة اذا ايه بقى اذا كان الخطأ فنيا جسيما ويكون ذلك في اضيق الحدود تأديري للحكم الحقيقة هو بند زي ده يعني بيقولوه كده وخلاص لا من وجهة نظرنا طبعا هو بيتقال ان هو يعني بنحط السم في العسل لانه انا عارف انا عارف اللي حيصل وبقول لحضراتكم من دلوقتي النهاردة 13 10 والدوري هيبدأ 25 10 25 10 بالليل هتلاقي فيه اندية 25 10 بالليل هتلاقي فيه اندية بتقولك لازم الحكم يطلع يعترف لان فيه خطأ في المباراة والمباراة دي لازم تتعاد هذا البند هيفتح او مش هذا البند البند ده رائع الحقيقة ولكن كيفية تطبيقه او قلية تطبيقه هي اللي هتفرق كتير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية لانه الخطأ نسبي ما بين واحد والتاني والاعتراف نسبي ما بين واحد والتاني فده سيغة مططية الحقيقة كبيرة جدا هو البند نفسه كويس جدا ما عنديش اي مشكلة فيه لكن كيفية تطبيق هذا البند هتبقى ازاي البند ده انا هتطبقه ازاي خلال الفترة اللي جاية من الممكن جدا ان يكون هناك اعتراضات كثيرة جدا انا بقول لحضراتكم خمسة وعشرين بالليل ستة وعشرين الصبح هتلاقي فيه اعتراضات ولازم الحكم وهيبقى فيه ضغط على الحكام وهيبقى فيه كذا وهيبقى فيه كذا طب هو الحكم مثلا يعني مثلا هو الحكم ما حسبش للنادي الفلاني الفاول اللي لما ما تحسبش دخل فيه جون فطبعا لو ما اعترفش في خلال التمانية واربعين ساعة النادي التاني هيطلع يقولك ايه ما هو الحكم ده اصله بيشجع النادي الاولاني انا مش عايز اتكلم على اندية طبعا لانه ما ينفعش فالحقيقة انا بشوف ان البند ده بخلي بالحضراتكم ده دورنا هنا ان احنا دايما نلقي الدو الحاجة الكويسة بنقول عليها كويسة الحاجة اللي بنحط مش كويسة بنقول ان هي مش كويسة من وجهة نظرنا والحمد لله خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله الناس بتطلع ترد حتى لو مش عندنا بتطلع ترد في اماكن اخرى وبتقول لا في كذا وفي كذا بياخدوا من كلامنا وبيتكلموا عن هذه الامور ما عنديش اي مشكلة ولكن هذا البند ده لعب بالنار يجب ان يتم وضع آلية لتطبيق هذا البند في المستقبل